بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما وله أما بعد فمعشر الصالحين نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه المجالس وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن لا ينسلخ هذا الشهر الفضيل إلا وقد غفرت ذنوبنا وأعتقت رقابنا من النار نحن وسائر وسائر المسلمين نحل ضيوفا في هذا اليوم على إخوتنا وأبنائنا من نادي القرآن الكريم بمدرسة الإنسياس بالرباط وأنسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح وللدعوة إليه على هدى وبصيرة وبصدق وأمانة وأن يجعل هذا الخير دائما في هذا النادي المبارك وفي أمثاله من النوادي التي يسهر عليها الشباب الطالباء المحبين للخير والمحبين لنشر الدعوة الإسلامية المباركة في أرجاء العالم كله فتقبل الله منا ومنكم ووفقنا الله عز وجل وإياكم لما يحبوه إرضاه مجلسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سيتمحور حول قضية مركزية العبادة في رمضان العنوان كما لا يخفى عليكم فهو محاولة بث شيء من البشريات في نفوس المسلمين وخصوصا لأجل أمرين الأمر الأول وأن رمضان يعني يوشك على الرحيل بالأمس كنا نستعد له ونحن في هذه الأيام يعني نستعد لتوديعه فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي وأن يغفر بما بقي ما قدمضى المسألة الثانية وهو أن كل مننا كانت له طموحات يعني كانت له طموحات فيما يتعلق بهذا الشهر الفضيل لهذه السنة من من كان يريد أن يغير مجموعة من العوائد من من كان يريد أن يصلح شيئا من نفسه يعني مجموعة من الأهداف كل مننا كان يضع لها يعني مخططا وكذا فإذا بهذا الابتلاء الرباني يأتينا فيدفعنا لإعادة حساباتنا كلها سواء على مساو الأفراد والمؤسسات أو الدول فلما جاء هذا الابتلاء وكأننا يعني إذ طاربت هذه المسالك التي كنا بصدد الولوج فيها فصرنا نرى أن رمضان هذه السنة ليست له نكهة كما هي عادتنا بالنسبة للرماضي التي سبقت فالمساجد مغلقة ووجبات الإفطار الجماعية مع العائلة وغير المتواجدة كثرة صلة الرحم كثرة الخطاء للمساجد يعني مجموعة من الأمور صرنا نرى أنها تنقصنا في هذا الشهر المبارك لكن هذا يدفعنا إلى إعادة التفكير في علاقتنا برمضان لأن الخلوة كما يذكر علماؤنا الخلوة كاشفة الخلوة كاشفة فمع كثرة مخالطة الناس يكثر فينا للدعاء ويكثر فينا الكلام وأنا أولكم يعني ننصح الناس نقول يجب علينا فعل كذا يجب كذا وتترفض ألسنة نبي كثير مما يتوجب علينا فعله سواء على مستوطاعات العبادات المعاملات الصدق الأمانة العدل الصلاة الصيام الصدقة هذه كلها أمور يعني نكثر الكلام عنها وهذا شيء طيب يعني أن نتداول الناس بشكل اجتماعي هذه الأمور طيبة هذا شيء طيب في حد ذاته لكن الخلوة كاشفة الخلوة تكشف لك عندما تختالي بنفسك ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام قبيل نزول الوحي عليه لأول مرة كان قد حبب إليه الخلاء كان يعتزل الناس ونحن قد يعني اعتزلنا الناس بشكل قهري وشكل قصري فبدأنا نتساءل مع أنفسنا هل كل ما كنا نتبجح به إن صح التعبير وكل ما كنا نتذاكر به هل فعلا نحن نعيشه أم أن حظنا من هذه الأمور كلها إنما هو الكلام فاكتشف عدد كبير مننا من نفسه أن كل ما كان يذكره إنما كان كلاما في كلام يعني رمضان والصلاة والعبادة والطاعقي طيب اكتشفنا أننا كنا نذهب إلى المسجد لنرمي بثقل الصلاة على الإمام وإحساسنا أنه هو الذي يصلي بنا وأنه هو الذي يقرأ بنا القرآن وأنه هو الذي يتحمل مسؤولية السهو إلى غير ذلك فهذه كل أمور كان يتحملها عن الإمام أما الآن فصرنا نصلي بأنفسنا صرنا أئمة أنفسنا فرأينا إلى أي حد أن الصلاة لم تكن بذلك الشيء الهيي الذي كنا نظنه بل صرنا نراها أنها فيها شيء من الثقل علينا أن نركز حتى لا يقع منا سهو فإن وقع السهو علينا أن نكون قد تعلمنا شيئا من فقه الصلاة حتى نعرف كيف نرقع صلاتنا ونتكلم عن الرحيم وصلة الرحيم كذا وكنا ننتظر أن يأتي رمضان وجاء رمضان لكن في ظرفية أخرى منعنا من صلة الرحيم بالأبدان واكتشفنا في خلوتنا أننا إنما كان الذي يذهب بنا عند الناس هو أننا نرى هذه الحركة في الناس وليس الأمر من منطلقنا نحن يعني بشكل إرادي وإلا صلة الرحيم الآن الأصل فيها أنها أيسر لأنها بضغطة زر على هاتف تتصل برحمك وتسأل عنهم ومع ذلك نسأل عن كل شيء إلا عن رحمنا ولا نتصل بهم إلا قليلا إلا من وفقه الله عز وجل فنقول لهم هنيئا لكم واكتشفنا أننا كنا نذهب إلى المسجد في رمضان لأن المسجد مفتوح وليس عندنا وجبة غداء لتشغالنا ولا شيء من هذا القبيل فنذهب إلى المسجد والمسجد ليس فيه ملهيات المسجد ليس فيه تلفاز لتتفرج على القنوات الفضائية ليس فيه ميديا ليس فيه ألعاب بلايستيشن ليس فيه إنما هو ذكر وتلاوة للقرآن فتجد أمامك المصحف فتأخذه وتشرعه في تلاوة القرآن لكن الخلوة كاشفة لما عبسنا الآن في بيوتنا يعني من باب المساعدة العامة وتضافر الجهود عسى أن يرفع الله عز وجل لعننا هذا الوباء فالمصاحف أمامنا موضوعة على الرفوف لكن التلفاز أمامنا أيضا والهاتف أمامنا أيضا واللوحة الإلكترونية أمامنا أيضا هذه كلها عوامل تبين لنا أننا لما كنا نذهب إلى المسجد ما كنا نفتح المصحف فقط أقول فقط محبة في المصحف لكن لأننا لم نكن نجد سواه الآن حقيقة محبتنا للمصحف الآن عليها أن تظهر وسط هذه الملهيات وسط هذه الفتن نكابدها ونجالدها ونسأل الله عز وجل أن يمكننا من أنفسنا حتى نتفوق عليها واعلم أن الأجر الذي تحصله وأنت تقرأ القرآن بعد أن عرضت عليك كل الفتن وتركتها وتجردت للقرآن الكريم اعلم يقينا أن الأجر ليس كأجر الذي يقرأ القرآن وليس بجانبه أدنى شيء من الملهيات وليس له إلا القرآن ليقرأه أجرك أنت أكبر هذا مسألة أكيد أن الأجر على قدر النصب أي على قدر التعب وعلى قدر المشقة فهذا سبب لنا شيئا من الإنزعاج شيئا من إنصح التعبير الكلمة قوية لكنها قد تعبر على ما نحن نعيشه ونحسه شيئا من الإحباط يعني رمضان ودخلنا العشر الأواخر كيف سنتعاملوا معها وكيف سنتدروا الأيام الرمضانية اللي بقاها ما كنت رويح ما كنت نسمع القرآن حسنا بشيء من الإحباط لكن لو عدنا نظرتنا للأمور وهذا ما كان شبابنا وأبناؤنا جزاهم الله خيرا موفقين في النادي باختيارهم لهذا العنوان وهو أبشر وأمر بالبشارة لما لأننا ارتبطنا برمضان في حد ذاته في الزمان والمكان زمن الرمضان ومكان الصلاة والمسجد ونسينا أن رب رمضان لا يحتاج لكي نعبده لا يحتاج لا إلى مكان ولا إلى زمان معين فالذي يمكننا أن نعيد يعني الذي يمكننا أن نعيد به الأمل ونعيد به يعني إذكاء جذوة الأمل في أنفسنا هو أن نتذكر ابتداء النقطة الأولى التي نبث بها البشرى والأمل في أنفسنا وهي قضية الإخلاص وتجريد الإخلاص لله عز وجل إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى أن يعلم العبد أن عمله هذا إنما هو عمل يجب أن يكون متمحضا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فالإحساس بالإخلاص يدفعك لأن تتجرد عن كل أمور يعني خارج عن العبادة في حد ذاتها بمعنى أنك وأنت تخلص العمل لله سواء صليت في المسجد سواء صليت في المسجد أو صليت في البيت أو صليت في الصحراء الذي يهمك هو أن تكون تلك الصلاة لله سبحانه وتعالى بمعنى كما يقول علماء السورك والتربية أن نجعل في إخلاصنا صدقا أن يكون عندنا صدق في الإخلاص أن يكون عندنا صدق في الإخلاص أنك أخلصت لله لكن أن يكون هذا الإخلاص فيه الصدق والذي جاء بالصدق وصدق به فتصدق في إخلاصك هذه المسألة تجعلك تحس بأن سواء فتحت المساجد أو لم تفتح المساجد فأنا عبد لله عز وجل أينما كنت وأينما حللت وارتحت فهذا يرفع معنويات العبد ويدفعه إلى أن يمحض الطاعة لله سبحانه وتعالى هذا من جانب الجانب الآخر وهو استحضار الثواب الذي يرتبه الله عز وجل على صيام رمضان الثواب الذي ليس متعلقا بمسجد أنا قد نتكلم عن مسألة النية كل من كانت عنده النية للذهاب للصلاة في المسجد في هذا الشهر الفضيل وكان مدوما على الصلاة في المسجد قبله فإن الله عز وجل يكتب له نية الصلاة بالمسجد مع جماعة المسلمين حتى ولو صلى في بيته وحده هذه خدها باليقين إذا مارض العبد أو سافر بمعنى يقاس عليه كل أمور التي يكره عليها العبد يعني إذا صلى العبد إذا مارض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له أجر ما كان يعمل كما لو كان مقيما صحيحا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن بالمدينة لرجالا خرج هو في غزوة وارجع مع الصحابة هو في الطريق قال لهم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أي في الأجر إلا شاركوكم الأجر ما لهم؟ من حبسهم العذر أي أنهم لو لم يكن ذلك العذر لكانوا معنا في صفوف الجيش حبسهم العذر بمعنى أن الله عز وجل يكتب لهم أجر خروجهم مع الجيش ورجوعهم كما لو أنهم ذهبوا مع الجيش إذن وأنت تنوي نية صابقة لو الآن جاءنا خطاب رسمي وقال لنا المساجد مفتوحة اذهبوا للصلاة الآن نيتك أنك تذهب إن شاء الله تعالي للصلاة فحتى لو صليت في بيتك فاعلم يقينا أن الله عز وجل يكتب لك أجر خطواتك إلى المسجد ويكتب لك أجر الجماعة ويكتب لك أجر الصلاة خلف الإمام وكل النواية الطيبة التي تستحضرها فالله عز وجل إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل سبحانه جل في علا نرجع عن المسألة هذا قضية النية نرجع عن المسألة الثانية التي أريد أن أكر لكم هذه البشريات وهي استحضار النيات في الصوم على رمضان استحضار النيات الأجر أول شيء أول شيء أول شيء يستحضره العبد في صومه إلى رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدف الصوم عموما ورمضان على وجه الخصوص من صام يوما يوما أي يوم جات هنا ناكرة في سياق الشرط فهي تفيد العموم أي يوم من أيام الله عز وجل من صام يوما الشرط في سبيل الله نعاون رجعوا الركب على الإخلاص في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم أي بسبب صومه لذلك اليوم باعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا سبعين خريفا يعني سبعين سنة ولأن هذا الكلام هنا على النار وكذا فنسب أن يذكر فيها الخريف لأن يذكر فيها الربيع سبعين خريفا غير باش نفهموا باب التقريب والسبعين واش هي للحصر يعني لإثبات الرقم أم هي للتكثير فهذا علمه عند الله محل الشاهد سبعين خريفا فعلا يعني مثلا لو النقطة ما بين شخص ينطلق الآن يمشي إلى أن يصل يلزمه سبعون سنة لو كان غديك يمشي بدون توقف يلزمه سبعون سنة يعني تخيل هذه المسافة مش حال بعيدة بعد رهيب جدا فملكت صومنت يوم في سبيل الله الله عز وجل يباعد بينك وبين النار كما بين هتين النقطتين لتين ذكرنا هذا يوم في سبيل الله ويوم تطوع وليس شيء أحب إلى الله من الفريضة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه على مشكي جيد تطوع من بعد فإذا كان صيام يوم تطوعا يباعد الله عز وجل وجه العبدي بسببه عن النار سبعين خريفا فما بالك بالذي صام رمضان كله وهو فريضة إذن هذا أجر عظيم هذا وهذا ليس متعلقا لا بمساجد ولا بصنة رحمة ولا شيء من هذا القبيل أنت صيم عندك هذا الأجر هذا إذن تحتسب هذا الأجر وتستشعر الفرحة والبشرى برمضان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ومن يذكره عليه الصلاة والسلام صلوا على رسول الله ما أقول لك صلوا في تعاليق صلي بفمك ما تكتبه ولو صليه بفمك فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن للجنة أبوابا ومنها باب يقال له باب الصيام أو باب الريان يعني من الري لماذا؟ لأن الصائم يعطش فناسب أن يكون باب الصيام يسمى بباب الريان لأنه يدخل صام في دنيا فيأتي ليرتوي في الجنة باب الريان لا يدخله إلا الصائمون لا يدخل معهم أحد غيرهم فإذا دخل الصائمون يناد علم أين الصائمون يدخلون من باب الريان ولا يدخل معهم أحد ثم بعد ذلك يغلق الباب إذا دخل كل الصائمين يغلق ذلك الباب هذا باب خاص بأهل الصيام وهذا الباب ما دمنا في الدنيا فهذا الباب مفتوح ينتظرنا إن نحن صمنا كما ينبغي إذن باب الريان دائم كما ذكر إخوتنا حفظهم الله باب الريان دائم ورمضان هذا والوباء إنما هو زائل الوباء زائل دم سنان فرغ منا هذا يقيننا بربنا الله فما ظنكم برب العالمين ظننا به أن يرحمنا وأن يرفع عنا البلاء وأن يرفع عنا الوباء وأن يوفقنا للعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى وأن يختم لنا بالحسن وأن يغفر لنا أجمعين هذا ظننا بربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام حتى نستبشر هو هو عليه الصلاة والسلام بشرنا لما بشر أصحابه يعني بالبشر دير لأصحابه يعلمنا كيف يبشر بعضنا بعضا جاءكم رمضان شهر عظيم فيه تفتح أبواب الجنة وفيه تغلق أبواب النار وتصفض فيه الشياطين فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم أي من حرم أن يوفق لقيامها وصيام نهرها وقيام ليلها وإحيائها بالطاعة إلى غير ذلك فهذا هو المحروم لأن الخيرات كلها أبوابها لأن الخيرات كلها أبوابها مفتوحة مشرعة أمام أمام العبد أمام العبد المسلم من الأجور التي يستحضرها العبد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإنه لي وأنا أجزي به إذن هذا الصوم هذا الذي يصومه العبد قال بعض شراحي هذا الحديث لماذا قال الله تعالى في هذا الحديث القدس إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به هل الأعمال الأخرى لغير الله الأعمال كلها لله صلاتنا لله صيامنا لله زكاتنا لله حجنا لله نسكنا لله قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا من المسلمين يعني بذلك أمرت وأنا أول من المسلمين يعني هذا المسألة هذه إلا الصوم فإنه لي قال شراح الحديث ليس لأن الأعمال الأخرى ليست لله بل الأعمال كلها لله لكن قالوا هناك يعني فرضية أولى يعني احتمال الأول وهو احتمال قوي قالوا لأن الآلهة الأخرى يتقرب إليها بأنواعي من أنواع الصلاة تجد مثلا أنه كلك يطيحوا بحال كي يسجدوا لبقرة ولا يبوسوا لعراسة ولا الله أعلم الآلهة الأخرى يتقرب إليها بالصلاة الآلهة الأخرى يتقرب إليها بالذبح الآلهة الأخرى يتقرب إليها بالقرابين بعد نسك إنسح التعبير بعد طقوس البوذيين مثلا أنهم يحجون لا يحجون إلى بيت الله الحرام يحجون مثلا إلى مدينة لاسا لاسا هي العاصمة التيبي المنطقة التي استعمرها الصين من هذه السنوات وفيهم يعني هذيك المكان هو اللي فيه المنبع صحة تعبير الضالايلاما وهو الزعيم ديال البوديين وكذا فهم يحجون هذا النوع عندهم ديال الحج يمشيوا يحجون هذه المنطقة فيتقربوا إلى إلههم بهذا الحج أما الصوم فربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يتقرب إليه بعبادة الصيام عبر تاريخ البشرية الله عز وجل هو الذي افترض هذه العبادة الصيام وهي عبادة تقوم على الترك لا تقوم على الفعل فهذا قول إلا الصوم فإنه لي ومنهم من قال إلا الصوم فإنه لي لأنه تحقيقا للإخلاص يعني العبادة الأخرى قد يشوبها شيء من الرياء أما أنت وأنت تصلي أنت تصوم فيمكنك أن تصوم أمام الناس وتمسك عن الطعام أمام الناس لكنك إذا كنت وحدك في غرفتك أو في بيتك من الذي يمنعك من الأكل والشرب تأكل ملأ بطنك وتشرب ملأ شدقيك ولا يراك أحد ومع ذلك فأنت تصوم لما؟ لأنك تعلم أن هذه العبادة متمحضة لله عز وجل بل فوق الإخلاص العبد يحقق في عبادة الصيام يحقق درجة الإحسان والإحسان هو قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفه في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه مقام المشاهدة فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا مقام المراقبة وهو أدنى مقامات الإحسان وأنت تعبد الله في الصيام وتعبده على أنه يراك إن لم تكن تراه فإنه يراك إذن هذا من المبشرات التي تدفع القلب لأن يطير فرحاً وأن يرقص طرباً وهو يعيش هذه الأيام وهو يعيش هذه الأيام الرمضانية المباركة فيه هذه العشر الأواخر حتى لا أريد أن اليوم لا أريد إن شاء الله تعالى أن أطيل عليكم ندوزوا بعد المسألة دي حتى لا أنسى المسألة دي إلا الصوم فإن له لي وأنا أجزي به قالوا أيضاً لأن الصوم يقوم على الصبر لأن الصوم يقوم على الصبر ويحتاج العبد إلى صبر حتى يصوم ويتم صيامه كما ينبغي فبما أنه يقوم على الصبر فإن الله عز وجل قال في كتابه العزيز إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني أجر الصابر هذا لا تسأل عنه كم كميته هذا تكفل الحق سبحانه وتعالى بإعطائه أجرها ثم خذ معي في اللحظة التي يأتي العبد ليقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى لحظة عصيبة جداً قيام أهوال لا بد للعبد من مطالعتها حتى يعرف ما الذي ينتظرنا القيامة أهوال ووسط هذه الأهوال يعني أحوال القيامة لا ولد أن أطيل مهم أهوال لا طاقة للعبد بها حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها هذه إشارة كافية حتى تعلم هول مطلع هذا اليوم السيدة عائشة من اللي قال لها نبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاتاً عراتاً فالسيدة عائشة كيف عراتاً يا رسول الله وبعضنا ينظروا إلى بعض حيث المرأة العفيفة والمرأة الحية تخشى على حيائها والرجل العفيف الحيي يخشى على حيائه أما لم نزندق الله يعفو علينا وعليه فقالت يا رسول الله يعني عراه وبعضنا الرجال والنساء ينظروا بعضهم إلى بعض وش نعطيكم غير إشارة تطلق الناس مثلاً مجمعين تفرجوا في ماتش دير الكورة وهديك المقابلة دير الكورة تلقى دم نهائي كأس الكواكب والمجرات كأس العالم ولا شي حاجة واللحظة غدي تضرب مثلاً المحاولة الأخيرة في المقابلة باش يكون الفوز والله أعلم وهذا كتركيز كله والناس أربع سنين وهي كتسند كأس العالم وكهذا إلى آخره وتتشوف المسألة يا الله فإذا مرت بجانبهم مرأة متبرجة فاتنة فاتنة عدد منهم سوف يتركوا تلك اللحظة وسوف ينظروا إلى تلك المرأة فهنا يعني غير هذه اللحظة هذه وحدة وغير دايزة من طريق وكذا آخره فاتخيل معايا إلى الرجال والنساء كلهم عراه ومن هول ذلك المطلع لا ينظر أحدهم إلى أحد يعني كدير هذه الحالة دير هذه يوم القيامة لغا تخلي أن الرجال والنساء عراه ولا يجد أحد لا الهمة ولا الوقت ولا القلب حتى ينظر إلى أخيه عريانا أو ينظر إلى مرأة عريانا يقول لك آه مرأة عريانا لا يجد شيئا في صدره يدفعه إلى أن ينظر إلى كذا أو ينظر إلى كذا يعني كدير هذا هو المطلع هذا كدير هذا المسألة هذه طيب ويؤتى بك وسط هذا كله يؤتى بك وحدك وتبدأ أعمالك في العرض على الله عز وجل اليوم الفلاني فعلت كذا واليوم الفلاني قلت كذا واليوم الفلاني كتبت كذا واليوم الفلاني المنشور أعلقت عليه بكذا واليوم الفلاني استازأت من فلان بكذا واليوم الفلاني نظرت إلى كذا وكذا أعمال تعرض 1 شوش 3 4 5 6 8 مليون مليار أعمال ألا ينتظر منا الشخص في تلك اللحظة أن يأتي ما ينقذه من هذه الأمور في تلك اللحظة قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة لكن شكونا يجي عتقك في تلك اللحظة شكونا يجي عتقك في تلك اللحظة فإذا بصاحبيك يأتيان يوم القيامة يأتي القرآن ويأتي الصيام يقول له الصيام أي ربي منعته الشهوة والطعام شفعني فيه ويأتي القرآن يقول له أي ربي منعته النوم بالليل يعني كان يقوم بالليل ويقرأ القرآن سواء في الصلاة أو يقرأ القرآن تلاوتا أي ربي منعته القرآن منعته النوم عفوا فشفعني فيه أجل النبي عليه الصلاة والسلام فيشفعان يشفعان بمعنى مش أنهم يقدمان شفاعتهما هذول يقدموا الشفاعة يشفعان بمعنى أن الله عز وجل يقبل شفاعتهما يقبل شفاعتهما شفاعت يلاش؟ شفاعت القرآن وشفاعت الصيام والقرآن والصيام متلازمان أرى رمضان شهر القرآن لا أريد أن أفيد في هذا أرى مرت معنا مجموعة من النقول المباشرة ترجعون إلى الصفحة إن شاء الله وتعالى تجدون فيها يعني البث المباشر اللي فات ذي لها الأيام هذه وقد سبق الكلام معنا عن تلازم القرآن والصيام على وجه العموم وتلازم القرآن ورمضان على وجه الخصوص إذن هذه المسألة هي مسألة ليست بالهينة أن يأتي القرآن يوم القيامة هو الصيام يشفعان لك بين يدي الله عز وجل وأنت تستحضر هذه المعاني هذه تطرد عنك الإحباط وتطرد عنك التشاؤم وتطرد عنك يعني خيبة الأمل بل تحيي فيك الأمل أن الله عز وجل لواحد وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى إذن بالنسبة اللي وقال لنا نبقى لنا هذه العشر الأواخر إن شاء الله وتعالي نحن اليوم ستاش اليوم ستاش إن شاء الله وتعالى رمضان وما بقي من رمضان إما تلتاش أو الأربع تشر يوم على حسب ما يكرمون به الحق سبحانه وتعالى بغينا نستبدو من هذا العشر الأواخر بغينا نستبدو من هذا العشر الأواخر أول حاجة كن بخيلا نصيحة كن بخيلا كن بخيلا بالمال لا كن بخيلا بوقتك هذه نصيحة أسديها لنفسي حتى أنك نضيع الوقت نصيحة أسديها لنفسي وأسديها لإخواني كن بخيلا بوقتك معديرة نعذروني هنا نحبس الكلام بعض إخوة ذكروا أن الصورة والصوت موجودش عندهم واش المسألة عند الجميع ولا غير عند بعض الأشخاص إذا كان عند بعض الأشخاص يعني نرى من عندهم هما يصلحوا المسألة من عندهم أما إذا كان عند الجميع الصورة ما عندكم تديروا باير واش الصوت واصلكم إلى الصوت واصل خلاص لما رجوا تأكيد المسألة إلى الصوت واصل مزيان خلاص نقم إن شاء الله وتعالى المرجو تأكيد إذا شو واحد يكتب لنا تعليق باللي رام الصوت الصور طيب بارك الله فيكم جيد طيب إلى الصوت واصل طيب إن شاء الله وتعالى طيب اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموله فكنا نتكلم عن هذه العشر الأواخر نريد أن نستغلها أفضل شيء نصيحة كن بخيلا لا أقول كن بخيلا بمالك بالعكس إذا قدرت يتخرج كتر خرج كتر كن بخيلا بوقتك كي قلت لكم أنا المشكلة عندي أنا أضيع وقتي والله أعلم ربما قد يكون بعض إخواني وأخواتي وبعض أبنائي وبناتي يقدر يكون عندهم تهم من نفس المشكلة اللي عندنا من الأخرين نحسبكم إن شاء الله أنكم تدبرون وقتكم بشكل طيب لكن من كان مثلي يضيع وقته كثيرا فنصيحة كن بخيلا بوقتك نقول لك بخيل ما شي بخيل شي حيحي يعني كأنك لنا واحد بغي يأخذ لك دقيقة أقول لي اسمح لي ذلك دقيقة لمشات أنا نموت أنا دابا حيث اللي بقات لي في عمري بقات في عمري دقيقة اللي عطيتها لك غد نموت بحالك يعني أنا عارف الشكل الكاريكاتوري شي شوية لكن أخذها بهذا الشكل هذا وضرب حسابك 24 ساعة على العشر الأواخر يعني 240 ساعة في خباركم بش حال دخلنا رمضان دخلنا رمضان ب 720 ساعة دخلنا ب 720 ساعة يا إخوة عشر الأواخر كنتكلموا على 240 ساعة إلي زدنا وحد 48 ساعة ديال 12 يوم 13 يوم 72 ساعة يعني نتكلمون هو حد 300 ساعة أقصد تقدير ذلك شي اللي بقي انه بقي أنا 300 ساعة 300 ساعة يا إخوة 300 ساعة أنا أذكر لك دخلت لك فيها النوم ودخلت لك في المرحل أنا أقول لك النوم والأكل وكل شي وندروه في الثراث نحيده 100 ساعة يعني بقي أنا ميتين ساعة ميتين ساعة شوف أنت في حالكة اختم القرآن يجتهد شوف أنت هلقي تصلي دالركاعات شباب اللي عندهم المقبلين إن شاء الله على الامتحانات بعد رفع الحجر الصحي وكذا إلى خيره ضبط شغلك أتقول يا رب بغيت نقرأ القرآن وبغيت نصلي وكذا ولكن ده بل امتحانات أنت ركز لنا سيدي مع الامتحانات لما أقول لك ما تقرأش القرآن لا اجعل لنفسك وقتا لقراءة القرآن واجعل لنفسك وقتا لصلاة القيام واجعل لنفسك وقتا للذكر وكذا إلى خيره لكن واحد متفرغ أقول ليه قرأ من القرآن كتر أنت جهادك الآن هو يعني إتقانك لدراستك ضبط المسائل ديالك العشوائية حاولوا نحاولوا كلنا أنا نعتقو العشوائية حاولوا نعتقو الوقت ديالنا اللي جئين حاولوا نعتقوهم من العشوائية وحد البرنامج مش برنامج ديال من دقيقة كذا لكن برنامج يكون على مستوى اليوم 24 ساعة شنو بغيت ندير فيها على وجه العموم اللي هربت لي الصباح أستدركها في المساء اللي هربت لي في المساء أستدركها من الغد المهم برنامج يكون شوية واسع وفيه محطات مش بشرط من 8 إلى 10 كدا ومن 10 إلى 12 كدا من 12 إلى الجوج كدا من الجوج إلى 4 كدا لا برنامج يكون فيه محطات عندي مثلا 3 أو 4 ديالأهداف نقرأ مثلا جوجة الأحزاب مثلا مثلا كلا يقرأ 5 كلا يقرأ 10 كلا يقرأ 20 في النهار تزيد وتنقص أنا غير أعطيت مثال عندي جوجة الأحزاب ديالي دي القرأة عندي مثلا 40 صفحة من واحد الكتاب قلت أن أقرأ فيه عندي مثلا بحث في المساءلة كدا هذه أضعها كهداف أرسومها ونحطها عندي فض نار في الأخر ديالي يوم شحل جبت منها قرأي جوجة الأحزاب ديالي ما قرأت غير 30 صفحة في ذلك الكتاب ما صوبت هذه هذه عذرتها مزيان تصلت بالسيد الوالد ما شفتش فلان يعني وأضع هذه الأمور هذه وأحاسب نفسي عليها ثم من الغد رأينا ما هي أيام قلائل وهو طعام كطعام ولباس كلباس وهي أيام قلائل وغدي يمشي غدي يمشي رمضان غدي يمشي يمشي رمضان طيب فمن لي يمشي رمضان احنا بغينا أن هذه الليلة الأخيرة اللي يقولون نغدرها العيد بغينا نحصو بريوسنا بأننا من الأجراء الذين عملوا لله عز وجل فأخذوا جائزتهم مباشرة بعد انتهاء رمضان خدمنا في رمضان وتنتسلنا والله عز وجل أن يعطينا الجائزة ديهن يعطينا الجائزة ديهن وهذا حسبنا أن الله عز وجل حسبنا أن يؤتينا من فضله هذا شيء اللي قالنا الله سبحانه وتعالى وليتكملوا العدة أي عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون إذن هذه المسألة التي ذكرنا استغلال هذه العشر خصنا بعدان باش نستغل الواقع سنفهموا لفضل ديالها لفضل ديالها احنا يكون عندنا كلام إن شاء الله وتعالى في شيء من التفصيل ربما يوم الثلاثاء عبر صفحة الطالبة ديال لمدرسة الهندسة الهندسة الزراعية اللي كنا في مكناس رغي كل إعلان إن شاء الله وتعالى في الصفحة وسيكون كلامنا حول الاستفادة من العشر الأواخر إن شاء الله وتعالى في شيء من التفصيل لكن بالإجمال وبهذا إن شاء الله وتعالى أختم استغلال هذه العشر الأواخر أول حاجة نستحذر أن هذه العشر الليالي اللي هي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل عشر ليالي على الإطلاق في السنة هي أفضل عشر ليالي في السنة على الإطلاق أجه واحد يقولنا وركين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر يعني العشر الأوائل من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء إذن فعدد من العلماء تدارسوا في المسألة هذه وش أفضل العشر وهي العشر الأواخر من رمضان أم هي العشر الأوائل من ذي الحجة فبحثوا فوجدوا أن الجمع بينهما أولى من الترجيح فقالوا العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل عشر أيام هي أفضل عشرة أيام فهمنا هي أفضل عشرة أيام لماذا؟ لأن فيها يوم عرفة إذن الأعمال الفاضلة في العشر الأوائل من ذي الحجة يكون العمل فيها بالنهار لأنها يوم عرفة بالنهار ليس بالليل والعشر الأواخر من رمضان هي أفضل عشر ليال لأن العمل فيها يكون بالليل لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر وليلة القدر بالليل لا بالنهار أما رمضان رنهار دياله رغادي عادي أما الليل دياله هو الخدمة فيها ليلة هي خير من ألف شهر والله عزيزي قال لك أنزلناه في ليلة القدري وما أدراك ما ليلة القدري ليلة القدري خير من ألف شهر أي أفضل من ألف شهر إذن حرصنا يا إخوة حرصنا على هذه العشر الأواخر من رمضان هذه الليالي بتداء من هذه الليلة حرصنا لكن نشمر باش نسخنوه شي شوية باش من يدخلوه رمضان بقى أولو را ليلة اليوم 16 رمضان 17 هذه رمضان بقى شي حتى ثلث أيام ربع أيام وندخلوه راه بمجرد ما تندخلوه في العشر الأواخر راه خلاص كان ابن الجوزي رحمة الله عليه ذكروا كلاما جميلا في هذا الباب قال لك يا عبد الله لا تكون الخيل أفطن منك الخيل خيل يعني العودان الخيل الخيول والأحصين قال لك لا تكون الخيل أفطن منك قال لك عندك العود يكون دكامل منك أنت لماذا؟ قال لك ألم ترى الخيل إذا دخلت من المدمار يعني مدمار السباق كي يدخلو الخيل كي يتسابقو قال لك ألم ترى أنها إذا شارفت على النهاية زادت في سرعتها قال لك وبعض الناس إذا شارف رمضان على النهاية طيب يعني وقعوا في الدعة والعجز والكسل والفتور أرى هذه هي الأيام الأخرة هنا العصرة الأخرة هنا فين خلصنا نورخو هنا فين خلصنا نجريو إذا كنت تقرأ إيكس خلصك تقرأ دوز إيكس إذا كنت تصلي إيكس خلصك تصلي دوز إيكس إذا كنت كده خلصك تضاعف عناس لأنه قد قل لي وأرزينا تالي الأخر والأخر إنسان فيه تعياء فهذه العياء فين أراد الله سبحانه وتعالى يشوف مني ويشوف منك أمور لي هي طيبة الشباب تبارك الله اللي تيديروا هالشي ديال هالشي ديال رياضة ديال ديال تكوين الأجزام ومسمى بكمال الأجزام وكذا للآخر فمن لك يكون مثلا شاد مثلا هذه الحديدة وتيدير في حلكية الله واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة من اللي كيوصل لها ديال 8 19 تيبدئي حسبها تقالت بزاف شتى يقول لي الدلالي كيقول لي شتى هادوك 3 ثلاثة ديال الوحدات الأخرى ثلاثة ديال الهزات لأخرين كيقول لي هادوك 3 ديال زينيتي ثلاثة الوحدات الأخرين اللي يبقى ولك كيقول لي هادوكم الخدمة كيقول لي إلا إليح سيت بالعياء وحطيتي كيقول لي رامدر تيوال وإر كتيكات عرق وصافي فكيقول لي هادوك ثلاثة النقيطات ضربتي سبعات النقاط هادوك ثلاثة النقيطات اللي بقاولك في الأخر هادوك هما اللي فهم الخدمة دي للعضالات يو احنا رخدمنا على العضالة الإيمانية دينا وبقاولينا نعم سيداد عشرة النقيطات للأخرين ودووزنا ما كتر فبقى لنا غير شوية وكيف تنقولوا احنا بالدريجة الشعبية فبقى قد ما فات لم يبقى على قدري ما فات وسيدنا الفضيل ابن عياد رحمه الله لما لقي رجولا توثر على الفضيل ابن عياد وقيل عن غيره والعلم وعند الله قاعدنا لقي رجولا والرجل تقريبا عنده خمسين سنة جيل ستين سنة وذلك الرجل مسكين دماغه ما فيه لا طاعة ولا عبادة خاوي الطريق مقصر وكلنا أهل تقصير لا يغفر لنا فقال له باش غادي جوه باش غادي ينبه قال له يا فلان كي يدر معاه من نملي قال كم عمرك قال خمسون سنة لا قدر خمسين سنة قال خمسون سنة ويقول لي سبحان الله منذ خمسين سنة وأنت تسير إلى الله توشك أن تصل أعطي يعطي لا تصوير أعطاه تصوير رهيب قل لي هدي خمسين سنة وتشد الطريق غادي عنسي دربي قربتي توصل يعني هذا خمسين سنة مشي عشنا خمسين سنة نتي ساني معاين نتي قتلني وتيدبحني ذا كل نتي يجيب حلوة وجيب النفاخات وفرحان اشنا و تنحتافل بعيد ميلاد كيف الزعمك يحتافل بعيد ميلاد أنه داز عام من حياتي اه ها داز عام و اشنو دازان فرحت ما ما فهمتش فات عام خصصك تدير الحلوة ما ما فهمتش يعني ولدز شهر نجيبه زريعة ولا ولدز شهر على الزعمة عام انت زعم الشركة خصك تدفع البيلانت انتهي منك يدور العام ولا شنين اللقطة ولدز 24 ساعة ما نجيبش غريبة زمحلوة صغورة ولا كده على الزعمة من لين طبع العام خصصين انت لها كارت ناشونال الى عشر سنين يعني باسبور على خمس سنين لا هدي مسائل ادارية دي الوتائق انت انت كشخص كيدوز عام كده قلنا نجيب حلوة وغنجيب نفاخات وغننقزو هاي بس غير غير لم يتقلق مني تواعدين ينفهم على الزعم ومن دويش معاك لف حلال لف حرام ماشي موفتي بغيت يسميتو هز تليفون تصل بعالم وسوله قللي واشل احتفال بهادي حلال ولا حرام لا غير غير داز عام مشي تجيبت حلوة علاش لما داز الى داز شر واخر الى داز شهر ومزيان شهر لانه كيكون جارة شهر وفيه فيش فيت الفلوس شريعة لو واجأت معاك يعني المهم هذا اش قال لي ما قالش لي خمسين عام ولاها وكذا اللي اسمعني مزيان وهدراه كل نطريالينا قال لي خمسون سنة وانت تسير الى الله توشك وانتصل انت اللي كانت تسمع لي يا دابا شحل من سنة وانت شهر تطري غادي عن سيدة ربي عندك 24 سنة راه 24 سنة وانت غادي عن سيدة ربي راه توشك وانتصل راه ما كيعنيش انه حيث عندك 24 سنة راه بقى قدامك وحد 36 سنة باش توصل الى 60 عام راه لا تدري راه تقدر تكون 24 سنة هي اللي كينا في الرصيد هي اللي كينا يعني راك الان تجوج دراسك تسير وغادي تمشي عند الله عز وجل فلان عنده خمسين سنة خمسين سنة هو غادي عن سيدة ربي فلان عنده 27 سنة 27 سنة هو يسيروا الى الله سيد من اللي يفهمها ووعاها مزيان ودخلات لهم أعظام هو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون بحالك إنا لله وإنا إليه راجعون يعني خمسين سنة وحنا غادي عن سيدة ربي وقربنا الوصله الحريرة اللي احنا فيها شدويل هذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون هو يزيد لك العالم قال له فمن علم أنه لله وأنه إليه راجع فعليه أن يعد فليعلم أنه سيسأل أنه قلت إنا لله احنا دي الله وإنا إليه راجعون يعني إحنا راجعين عند الله سبحانه وتعالى فقال لي فمن علم أنه لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه سيسأل فليعد للسؤال جوابه لآخر عمزة دخلوا عودتاني لهم خمسين سنة وحنا في التوضير ومن غنوقفوا غادين تسولوا على هذا الشي كله فبدك يحس بدك الإحباط اللي إحنا أحسن به اللي تكلمنا عنه في اللول جا رمضان ما كين جامع ما كين كذا كيغنديروه وهو يعطيه ديك لادوز دي الجرعة دي الأمل اللي عود حيا به كل شي من اللول قال له اعمل فيما بقي فسوله هتوسوله مني شافه قد قال له فما العمل يا أبا علي فما العمل كين جامعين ديرو قال له أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى وإن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما قد مضى إذا القد يفين كين أحسن فيما بقي احنا بقى لنا بالنسبة لرمضان إذا طول الله العمر إذا بقي لنا في رمضان هاتش اللي بقي إذا نحسن فيما بقي ما نقلسوش ندور نبكي واماما بشاتل وقت لا 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 نحسن فيما بقي نطخدم على رسك إذا كان في يدي أحد يكون فسيلة شنين الفسيلة الفسيلة هي الشتلة النبتة دي النخلاك تكون بقى صغيرة كيكون نخلة مثلا مزروعة من اللي كتبت تنوض في المحبق كتكون بقى صغيرة فيأخذونها كتبت تسمى فسيلة كيأخذوها وتمشو وتغرسوها في الحقل ديالها باش كتقدر تنوض نخلة من بعد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إذا كان في يدي أحدكم فسيلة وأراد أن يغرسها وقامت الساعة قامت الساعة يعني يوم القيامة يعني صاف يا ربا ما بقتش يا حاجة غدا الدين قال لك فإني استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها يا سيد يا رسول الله وخي يغرسها شنون الفائدة من أنه وغير يغرسها ما كتهمك يعني لاش كبير منين بقتل لكن تشنون الفائدة لأن نحن نحن كيبالينا 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 علمة تغرسها وعلمة تسقيها وعلمة تكبر وعلمة تلقحها وتبدأ تعطيه في التمر رخص كوعدة عشرين عام احنا كنشوفو النتيجة الله عز وجل كيتعاملش معنا بالنتيجة الله سبحانه وتعالى تيتعامل معنا بالجهد اللي خصنا نديروه غتغرس الفسيلة بنية أنك تبغ تدير التمر وتنفع الناس وكذا إلى خير كتغرس ذيك الفسيلة كتقوم الساعة عليك كتسد وهذا غير مثال ربو النبي عليه الصلاة والسلام غرس الفسيلة متي الله عز وجل يعطيك أجر أنك كنت تغرس الفسيلة وبغيتها تكبر وبغيتها تدير الضل على الناس وبغيت تعطيه منها التمر وبغيت تصدق وبغيته وبغيته نوايا كلها الله سبحانه وتعطيها لك اغرس فسيلتك بقتلنا هذه الأيام ماذا نقول الأيام بقتلنا هذه السويعات في رمضان يلي بقيت فلنغرس فيها فسيلة الطاعة لله عز وجل وعقل عليها قاعدة خمسون سنة وأنت تسير إلى الله توشك أن تصل قال إنا لله وإنا إليه راجعون قال من علم أنه لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه سوف يسأل فليعد للسؤال جوابا قال وما العمل يا أبا علي قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى طب الله سبحانه وتعالى نوفقنا وإياكم لنحسن فيما بقي عسى أن يغفر لنا بهذا الذي بقي ما قد مضى اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفو عنا وتجاوز عنا واخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك واصطرنا بسترك الجميل اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية وما رد غير مخز ولا فاضح نسألك توبة قبل الموت نسألك شهادة عند الموت نسألك برض العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر بفضلك لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإشارة على خفيف وبهذا أختم قال عليه الصلاة والسلام من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة آراب الرعنة ما سيدي دعي مع المؤمنين حيكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة